السلام عليكم وإياكم دكتور علي محمد وPhysics of the Respiratory System Respiratory System أو الجهاز التنفسي هو واحد من الأجهزة الفايتل الحيوية مثل Cardiovascular أو Nervous System اللي هو الجهاز العصبي الوظيفة مالتا الأساسية هي تبديل الأوكسيجين ثنائي أوكسيجي الكاربون بس عنده بعض الوظائف فرح نأخذ بهذا الجهزة introduction سريعة عليه ومعظمنا نعرفها بس رح نقراها أنه Biological System يتكون من Specific Organs إحنا نعرف أنه السيستم أو الجهاز يتكون من أعضاء والأعضاء تتكون من أنسجة وأنسجة من خلايا فهذا هو النظام مالتنا فأي سيستم هو يتكون من أعضاء وStructures تراكيب Used for process عملية الRespiration in the Organism أو in an Organism اللي هي عملية التنفس الRespiratory System involve يعني يتضمن Intake and exchange of oxygen and carbon dioxide بين الأورغانزم والenvironment اللي هي البيئة أخذ وإكسجنج تبادل بين الأكسيجين وكاربون دايوكسيد بين هذا الأورغانزم الكائن الحي والبيئة المحيطة بي Structure Malta Respiratory System provides يوفر لنا أكسيجين To the body's cell While removing يشيل لنا يعني يتخلص من الكاربون دايوكسيد الوست بروديكت هذا تعريف الكاربون دايوكسيد الكاربون دايوكسيد بجسم الإنسان يعتبر وست بروديكت وست بروديكت يعني مثل يوريا اللي تطلع بالإدرار CO2 يطلع بالتنفس هو عبارة عن شيء وست يعني مخلفات بروديكت يعني ناتج That can be lethal ممكن تكون قاتلة if allowed to accumulate Allowed يعني إذا سمحنا لها أنه accumulate تتجمع يعني إذا ما تخلصنا من CO2 رح يتجمع ويكون لنا lethal وقاتل أكو three major parts من ال Respiratory System Major parts أجزاء أساسية شيء يسموه Upper Respiratory Tract Upper Respiratory Tract اللي هو الجزء العلوي اللي هو يتكون من الأنف Nasal Cavity أو Nose Nasal Cavity يعني تجويف الأنف النوز يعني الخشم كله والMouth والNasal Cavity اللي هو التجويف إذن الفم والأنف والNasal Cavity كله التجويف مع الخشم هذا وظيف تاور يدفي Filter E-filter Moisturize يعني يرطب Inspired Air يعني اللي هو الهواء المستنشق كلمة Inspired يعني مستنشق Inspiration يعني شهيق فهي هي وظائفه الثلاثة واحد اثنين ثلاثة عنده ثلاثة وظائف أساسية هي وظائف Upper Tract أو Upper Part من Respiratory System Lower Part هو يبده من التركة وإحنا نازلين يعني إحنا حدنا بال Upper Part هو الهنا يعني لي حد اللارنكس اللي هي الحنجرة من الحنجرة وإحنا نازلين يعتبر Lower يعني سفلي فالجزء العلوي من Respiratory Tract يتكون من الخشم والفم والنازل واللارنكس اللي هي الحنجرة الجزء الأسفل يتكون من التركة اللي هي القصبة الهوائية هي To flow يعني جريان الـ Inspired Air Toward البرونكاي البرونكاي هي شنو هما ذولة اللي هما Thornish Air To Each Lung يعني وصلونا الهواء للرئة البرونكاي هما ذولة الاثنين يسموهم برونكاس كمفرد جمعها برونكاي ويتكونون من مجموعة شنو هي المجموعة يعني أو من تشعبات يعني يجي برونكاس معين يرجع يتشعب يرجع هذا يرجع يتشعب يرجعوني الشعبون بعد أكثر وهكذا تقريبا 27 level يعني 27 مرة يتشعبون فالأول ينسمي Primary Brunch يلي هما ذولة الاثنين هاي تريكيا وجهة انقسمة اثنين ذول يسموهم Primary يرجع هذا Primary ينقسم مثلا برئة اليمين ينقسم واحد اثنين ثلاثة ذول يسموهم Secondary Brunch يعني الانقسام بالمستوى الثاني يرجعون ذولة نفسهم ينقسمون هو هذا نفس الاجي ينقسم يسموهم tertiary bronchus وبعدين يظلون ينقسمون يظلون ينقسمون المستوى الرابع الخامس العاشر العشرين الان يوصلون 27 أخير واحد أصغر واحد يوصلوله يسموه respiratory bronchule مصغر bronchus فهذه هي فكرة البرونكاي البرونكاي اللي هي توزع furnish air to each lung توزعها وتقسمها إلى الرئات أو الرئتين يعني لأنه مثلين التريكيا قصبة هوائية البرونكاس اللي هي شبكة أو شجرة من القصيبات الهوائية يسموها قصبات هوائية اللي هي البرونكاس بعدين نوصل الشي سموه الاليفيولاي الاليفيولاي هو نهاية البرونكيولز البرونكيولز اللي هي آخر شي هذا يسمو respiratory bronchule هو آخر فيقول لك البرونكيول ترميني سينتهي انسفرال الاليفيولار ساك الاليفيولاي طبعا هم جمع جمع الاليفيولار ساك اللي هي الأكياس الهوائية اللي يكون هذا الشكل هاي يسموه pulmonary arteriol و pulmonary vein اللي هي الشرايين والأوريدة وهاي النهاية مع الاليفيولار دكت اللي جايت لنا من الرسبراتري برونكيول تكون لنا ساك يسموه الاليفيولار ساك اللي هو و الكيس المفرد ما ينتقى يسموه الاليفيولاس المفرد ما الاليفيولاي يعني فقط الطوبة الوحدة يسموها الاليفيولاس أما مجموع الكيس يشبه يعني أنقود العنب يسموه الاليفيولار ساك فهذا الاليفيولار ساك اللي هو جمع جمع الاليفيولاي أي المكان يعني المكان اللي يصير exchange بين O2 والCO2 بين الانسباير الهواء المستنشق والبلاد بالألوفيولاي أكر اللي هو التبادل راح يصير هنا فأهم شي هنا عدنا أنه أبر ولور الأبر هو الجزء العلوي واللور هو الجزء السفلي من اللي تريكيا وإحنا نازلين يعتبر اللور الفوقاته يعتبر أبر يعني لي حد الحنجرة هو الأبر وردسوا لي بهاي فكرة البرايماري والسيكندري كفهم يعني إحنا نحتاجها كفهم هذا التشريح طبعا مو فسلجة ولا فيزيا بس يعني نحتاج نعرفها الوظائف مع الرسبراتري سيستم كل السهلة بعض ما نحن نعرفها من أيام العلومة الابتدائية وبعضها راح نعرفها جديد الوظيفة الأساسية هي تبادل الغازات O2 enters the blood وCO2 leaves أوسيجين يدخل CO2 يخرج هاي الوظيفة الأساسية من الوظائف الكلش مهمة يحافظ لنا على blood pH هاي كلش مهمة من الوظائف لشنا نحافظ عليها فتقصة كلش طويلة نأخذها يعني بمحاضرات بعدين بس فكرة الأساسية أنه CO2 CO2 الغاز ينتقل عن طريق الدم عن طريق الذوابان يعني ينتقل بالدم أنه يكون ذائب فكرة مثل غازات الكوكاكولا CO2 يدفع العلوية الماء اللي هو موجود بالدم عن طريق إنزيم معين يتكون لنا H2CO3 هذا H2CO3 حامض حامض الكاربونيك الكاربونيك أسيد يسموه أو حامض الكاربونيك بالعربي هذا الحامض يزيد الحموضة ماء للجسد فالريقة لما تتخلص من CO2 كأنه تخلصت من هذا الحامض بتفاعلات وقصة طويلة بس هاي فكرتها يعني هاي جوهر الفكرة حتى أنا ريتها تبقى ببالكم إنه شنون دي يحافظ لنا على بلات بي اتش دي يحافظ عن طريق هاي الفكرة إنه CO2 يتفاعل وياً ما يكوننا H2CO3 من يتخلص من CO2 إحنا تخلصنا من الحامضية ألترد يتغير باي تشينجين بلات كاربون دايكسايد حتى وكادبها ألترد يعني تتغير شنون نغيرها؟ عن طريق تغير الكاربون دايكسايد المستويات مالكاربون دايكسايد من الوظائف المعروفة هو Voice Production Voice يعني صوت Production إنتاج شنون Movement of Air الهواء Past Vocal Chords Vocal Chords الحبال الصوتية Make Sound ينطينا الصوت والSpeech اللي هو الكلام هاي يعني هم نعرفها من زمان ما يحتاج لها شرح الحبال الصوتية تكون موجودة باللارنكس بالحنجرة هنا هم نقدر نأشر حتى نعرف يعني هاي المعلومات بتقدر تفيدنا بعدين لما نأخذ تشريح إن شاء الله بالمستقبل لProtection شنون نسوي لنا Protection عن طريق إزالة الغبار والأمور اللي تدخل للجسم يعني Removing يزيل لنا Dust Particles ياللي هما الغبار Stuck يعني تلزك بالMoist Lining البطانة الموست مع للVarius Airways Airways اللي هما كل المسارات بدء من الNasal Cavity من الخشم والتجويف ماتا إلى البرونكاي والتريكيا كلهم يكونوا مرتبات Moist فهنا أي تراب ييجي يزق بهاي الطبقة الموست اللي هي رطبة وتبنى عنه التراب أو أي شي Dust Particles إنه تدخل Thermo Regulation ووظائفه هو تنظيم الحرارة أكيد عن طريق الهواء الهواء اللي يدخل ويخرج هذا هواء يبرد أو يدفي الجسم فهو Heating و Cooling البادي فإحنا لدينا سيستمين أساسيات يبردون ويدفون الجسم السيستم الأساسي هو الأوعية الدموية الموجودة قريبة من الجلد عن طريق التعرق أو يعني الجلد بحد ذاته عن طريق التعرق أو عن طريق الأوعية الدموية اللي سوي إشعاء للحرارة اللي هما يرقفوا أهل الجيش لمن يأخذون الأشعة تحت الحمراء أمالتنا ذكرنا بأيام الإنفراريد وإن شاء الله الثاني اللي هو Respiratory System اللي هو يبرد ويدفي والFluid Balance اللي هو التوازن مع الفلود Warming and Monturing of Air ويبريث هذا يدفي ويرطب الهواء اللي يدخل وهذه النقطة يعني مو كلش مهمة وضرورية بس هاي من وظائفه لأنه هو يدفي ويرمينج يدفي وموتشرينج يعني يرطب الهواء اللي نتنفسه هس احنا كملنا هذا الجزء بالجزء القادم ونحن أخذ الميكانيزم للتنفس ونبدأ بالفيزياء الحقيقية بس هاي المعلومات الضرورية ما بيها تفاصيله هواية حتى تنشرح بس يعني نحتاج نعرفه حتى نفهم الأجزاء الجاي إن شاء الله شكرا جزيلا ونلتقي بالمحاضرة القادمة مع السلام